يرى بعض المحللين في المقامر شخصا تتملكه رغبة لا شعورية في أن يخسر بدل أن يكسب ويسيطر عليه دافع لأن يخسر ويستمر في الخسارة كنوع من العقاب ينزده بنفسه وفي كتابه سيكولوجية المقامر يرى الدكتور أكرم زيدان أن سلوك المقامر مشكلة لأنه لكي تقامر يكفي مائدة واحدة أما لكي تفهم لماذا يستمر المقامر فقد لا تكفي ألف مائدة والمقامرون أنواع هناك من يقامر بماله وهناك من يقامر بحياته وهناك من يقامر بشعبه وذلك هو حال النظام الجزائري الذي تملكه هوس مرضي هو الدخول في عداء مستمر تجاه المملكة المغربية حتى بات هذا العداء يشكل حقيدة للديبلوماسية الجزائرية ولجنرالات النظام الجزائري في وقت يعاني فيه اقتصاد الجزائر تدهورا فضيعا حيث استقبلت الجزائر مثلا العام الجديد بعجز تاريخي في موازنتها العامة فاقت 22 مليار دولار وسط علامات استفهام حول السبل والبدائل التي ستواجه بها الحكومة الجزائرية هذه الوضعية غير المسبوقة في ظل اقتصاد ريعي يعتمد على الجباية النفطية حيث تمثل عائدات المحروقات 93% من مداخل البلاد من النقد الأجنبي وفي ظل انتعاض شعبي واسع النطاق يجسده الحراك الاجتماعي الذي يطالب بحكم مدني وعذالة اجتماعية وعدم اقصاء للكفاءات وتهميش للنخب وضعف القدرة الشرائية وندرة المواد الغدائية وتبديل اموال شعب الجزائر الشقيق بمنايير الدولارات على قضية خاسرة لا تهمهم لكن نظام الجزائر المقامر وكما في رواية المقامر لدوستيوفسكي فقد الصوابه فجأة وألقت به مشاعير وأحاسيس من شدة الحماسة لم يكن يستطيع مقاومتها إنه لم يكن يقامر بكل المال الذي كان يملكه فقط بل بحياته أيضا والنظام الجزائر المقامر نجده الآن يقامر بمستقبل شعبه وبطروته من أجل قضية خاسرة هذا هو حال حكام الجزائر الذين يقامرون بمستقبل بلادهم من أجل محاربة طواحين هواء بينما الألاف من الأشقاء الجزائريين يصطفون في طوابر طويلة من أجل لتر من الحليب أو الزيت أو البطاطا وفي بعض الولايات إنهم يصطفون من أجل الماء مع العلم أنه كان من المنطقي أن تكون الجزائر الشقيقة في مصاف دول أصبح يعطى بها المثال في النمو والتقدم لقد راهنوا وقامروا على تأزيم العلاقة بين المغرب وإسبانيا لكن صوت العقل والحكمة الذي يجسده الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية الذي أكد أن العلاقة مع المغرب أساسية لأمن إسبانيا ومقترح الحكم الداتي أساس كل تسوية للذاع الصحراء كما أن وزير الخارجي الإسباني الأسبق خوسي مانويل جارسيا أكد أن الضرفية الجيوسياسية الدولية تغيرت وعلى حكومة بيدرو سانشيز استخلاص الدروس من هذه التغيرات ورهنوا على موريطانيا لكن زيارة وزير خارجيتها إسماعيل والشيخ أحمد إلى الرباب أظهرت أن العلاقات المغربية الموريطانية تاريخية وستراتيجية وقوية ومتينة وهذا ما يبرهن عليه التطور الإجابي الذي شهدت هذه العلاقات منذ وصول الرئيس محمد الشيخ الغزواني إلى سدة العكم ورهنوا على استنزاف المغرب بحرب دونكشوتيا طويلة لكن المغرب القوي بمبادئه وتوابته نجده يحتل مكانة مهمة على الصعيد الإقليمي بل بات يعتبر المستطمر الثاني في القارة الإفريقية وهو يشق طريقه بتبات ورهنوا على حرب وهمية ونشر أخبار زائفة بغرض التشويش وإطارة البلبلة والتأتير في الرأي العام لكن تناسوا أننا نعيش في عصر عولمة المعلومة وأن حبل الكذب قصير وأن الجيش المغربي مستهد لأن يلقنهم دروسا سبقا وأن تلقنوها ورهنوا على ابن بطوش الذي كان جنديا في الجيش الإسباني برطبة كابرال ولعل علاقته بالجنرال صلزار غير خافية على أي حد ابن بطوش الذي زور مكان ميلاده من الرحام إلى اسبانيا قامر به حكام الجزائر وتوهموا أنه الفارس المغوار وهذا ما يذكرنا برواية دونكي شوت وهي قصة أحمق ظن نفسه في مهمة مقدسة حيث انتهى به الهوس الشديد لخيالاته إلى فقدانه لصوابه وخلط بين أوهامه والواقع حيث امتطى صهوة جواد أعجف وهزيل وبدأ يصارع به طواحين الهواء وانتهى به المطاف إلى السخرية والزوال والجنون لأنه وبوساطة تلك حكاية وتلك عبرة من يصمر الحصان ميت لقد أعجفت